النادي الأهلي يا جماعة في كاس العام للأندية 9 مشاركات 25 مباراة 10 فوز 31 هدف ولكن النادي الأهلي هو من أكثر أندات العالم حصولا على الميداليات أسامة 5 ميداليات ليلة المدريد يأتي في المركز الثاني النادي الأهلي بأربع ميداليات وبرشلونة أربع ميداليات كذلك يا فارس اللعبين والأرقام الفردية مع اللعبين أو الأرقام الفردية مع اللعبين يمكن حسين الشحات 15 مباراة ربما يعني مشاركة بين العين الإماراتي والنادي الأهلي لكن عندنا محمد هاني وطاهر عاملين 13 مباراة وعلي معلول 12 مباراة غير اليو ديانج وشريحة كبيرة جدا من اللاعبين وصلين ل11 مباراة يمكن أول عشر لعيبة مشاركة في مونديال تقريبا 90% أو 80% منهم أهلوية يعني بيدخل كريم بن زيمة بيدخل إمليانو وبعد كده تلاقي أبو تريكا والجمع صمعشور ولعيبي النادي الأهلي من الجيل الحالي طيش القصة المتعلقة بفكرة الخسارة وأكبر عدد من الخسارة هل ده يقلل من النادي الأهلي قصة باختصار شديد أنا شاركت كتير فبالتأكيد هيكون عندي أرقام سلبية كتير أكتر من أي نادي آخر لم يشارك هل أنا أقدر أقول دلوقتي على أي نادي على أي نادي النادي الذي لم يتعرض إلى هزيمة واحدة في مونديال الأندية ده أي نادي لم يشارك في مونديال الأندية تقدر تحط كده رقم قياسي النادي كذا لم يتعرض لأي هزيمة في مونديال الأندية لكن أنا شاركت أكبر عدد مباريات لعبت أكبر عدد مباريات فبالتالي هستقبل أهداف بالتالي أن أنا هستقبل عدد خسار بالتأكيد لأنه تلعب في لفل مستوى عالي جدا ولكن لما تيجي تتحدث عن أهداف استقابلتها مش هتقدر تذكر مثلا لو أنت موضوعي أن النادي آلي أكثر نادي أيضا حافظ على الكلين شيت أو على نظافة شباكو سبع مباريات في البطولة ده مش هيتذكر النادي آلي تاني فريق سجل في البطولة بعد ريال مدريد ده مش هيتذكر فإحنا هنا بنقولك خليك موضوعي اذكر ده وذكر ده وده لا يقلل من نادي آلي على إطلاق ليه؟ لأن احنا رحنا للبطولات الكبرى خلينا أقول يعني أنسب يعني القصة لدانيال كان نضيف لكابتن شبير والحياة تكلم عن بطولة كاس العالم إحنا هنا لأ هنتكلم عن كاس العالم هنتكلم عن أم أوروبا هنتكلم عن أمم أفريقيا ودي ثلاث بطولات كبرى جماعة وإنت مخيلتك كده لما أقولك مين أكتر فريق تعرض لهزيمة فتبدأ تفكر هتدور على مين هتروح لمين هتتفاجئ أن المنتخبات اللي أسميها موجودة هي المنتخبات الأعرق في كاس العالم في أمم أوروبا في أفريقيا فتعالي نستعرض عشان الناس اللي بتحاول أنها يعني تقلل من فرح الجامير ندالي نقول لا معلش خليكم موضعيين واعرفوا أن فيه ردود بتتقل بتخلي شكلكم مش أفضل حالة وبتخليكم وصلين لمرحلة أن احنا بننتقد النادي الأهلي من أجل نسبة المشاهدة حاجة كده يعني صعبة جدا نستعرض يعني صور المنتخبات الأكثر تعرضا للهزيمة في كاس العالم دي أعلى بطولة طبعا هتلاقي المنتخب الأول المكسيك 28 مباراة الأرجنتين بطل المسابقة مارادونة وميسي وكل اللي انت عايز تشوفه 24 مباراة ألمانيا الرقم القياسي 23 مباراة قصارة سربيا 22 رجوي معها بطلتين من كاس العالم 21 كوريا الجنوبية 21 فتخيل كده حد يجي يتكلم مثلا أو احنا بقى نيجي نتكلم نقول ايه ايه ألمانيا دي يا فارس ده فريق تالت فريق خسران في كاس العالم ايه الأرجنتين وايه ميسي وايه مارادونة ده منتخب تاني منتخب خسران في كاس العالم هل ده ممكن انه هو يقال فيقلل من حجم إنجازات المنتخبات دي في بطولة كاس العالم اعتقد يعني بما لا يدع مجال الشك اي حد ممكن يسفه من ألمانيا أو الأرجنتين هو بالتأكيد مش قادر يصل إلى حجم إنجازاته ما فارس طبعا بص يا سيمة يعني طبعا عندنا كمان في الأمم الأوروبية أرقام أخرى بنفس المنطق بس في استقبال أهداف كمان في كاس العالم طبعا استقبال أهداف في كاس العالم وده مهم جدا استقبال أهداف في كاس العالم ألمانيا يا جماعة بكل عرقتها وتاريخها في كاس العالم يعني أنت عندك كاس العام ألمانيا والبرازيل يعني دول في حتة التاريخ وفي حتة القصة حاجة مختلفة 130 هدف اللي حيجي يجيب لك ده يقول لك يا عم ده على رأي كده كابتن متحق فقوسة ألمانيا دي بتروح تتعبه قالك لين الفرعة تعبت أربعة خمسة قلت يلا بينا فتعتقد أن الرقم ده كارسي ألمانيا ده يعني تعتقد أنه أسوأ فريق في منديالاك كاس العالم ولكن تكتشف أن ألمانيا لها تاريخ كبير جدا طبعا في كاس العالم والتاني البرازيل أنت متخيل 108 المكسيك والتاني البرازيل طبعا وعندك أيضا في الأمم الأوروبية أكثر المنتخبات تعرضة لهزيمة الدنمرك 17 روسيا 16 لتشيخ 15 وألمانيا 13 وألمانيا أكثر استقبالا للأهداف وأعتقد كمان فيه أرقام تخص أفريقيا ده طبعا أمم أفريقيا يعني ممكن شوفها تستعرض الأمم أوروبية الأول نستعرض لو أمم أوروبية استعرضتها أو عايزة استعرض أمم أفريقيا ندخل على أفريقيا على طول نروح لطبعا دي المارك روسيا التشيك ألمانيا تمام دي برضو أكثر المنتخبات تعرض للنظيمة وأتلاقي ألمانيا موجودة في أربع منتخبات في كرة أوروبا يعني ولو استقبلنا الأهداف برضو تلاقي الاستقبال الأهداف أيضا ألمانيا هي اللي بتستعب الأهداف يتخال في كأس العالم ألمانيا أكثر فريق استعب الأهداف وفي أمم أوروبا ألمانيا أكثر فريق استعب الأهداف طب دي روح بقى لقرتنا قرت أفريقيا وطبعا يعني المنتخب المصري الرقم القياسي في أمم أفريقيا سبع مرات فهتلاقي الكونجو الديمقراطية مثلا الأكثر تعرضا لهزيمة 29 مباراة غانا تشترك مع كوتيب وار في المركز الثاني بـ 28 مباراة مصر صاحبة الرقم القياسي في تحقيق لقب أمم أفريقيا 27 مرة فتخالف منتخب يجي يكلمنا إحنا كمصر كده أقول لك إيه أنت أكتر ثالث فريق تهزم الجزائر طبعا 27 وتونس 26 شايفين اسم المنتخبات يا جماعة اللي بتعرض لهزيمة في أمم أفريقيا تلعب كتير تكسب كتير تخسر كتير ده 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 حاجة كده يعني بديهية ما تلعبش خالص ما تخسرش خالص تطلع تتكلم على أهلي بص عايز أقف عند رقم لأن إحنا عدناه طبعا هنا الأكثر استقبال للأهداف كوتيب وار طبعا 130 هتلاقي المنتخبات السوائرة اللي ملياش تاريخ بالزبط مش موجودة لأن أنا قصا ما لعبتش أنا قصا نعد على الكنبة بتفرج فمش حاجة في الأرقام دي ولكن أستأذنكم يعني عايز أوضح حاجة ده بص يا جماعة يعني مش عايز أصعب الموضوع شوية ولكن القصة الرقم ده حاجة خطيرة جدا أنت عايز تطلع من رقم إيه وفي حاجة في المنطق ده اسمها ربط ما ليس علة بعلة يعني إيه ربط ما ليس علة بعلة ببساطة يعني أنت ممكن تجيب حاجة عايز تطلع علتها إيه عايز توصل بيها لإيه يعني أنك تقول النادي الأهلي مثلا الأكثر استقبالا للأهداف ده حقيقة مجردة ولكن ربط ما ليس علة إيه اللي هو الأهلي فريق ضعيف الأهلي فريق سيء لأنك مش هتقول الجانب الآخر من المنطق اللي هو إيه اللي هو أن النادي الأهلي الأكثر نظافة للشباك في تاريخ البطول سبع مباريات فأنت شايف الرقم ممكن تلعب بيه إزاي رقم استقبال للأهداف ممكن تطلع منه أن النادي الأهلي أكثر استقبال للأهداف وضعيف مباريات يبقى أنا لعبت بك بالرقم فالمهنية تقتدي أننا لما استعرض استعرض الحاجتين ولكن فيه رقم يعني أسامة عرضه ولكن يعني كان سريع فيه شوية عايزة أقف عنده في حاجة أبطال أسيا أسامة والفرق الأسيوية لو أنت عايز تقيم النادي الأهلي كقدرات حتى في مواجهة الفرق الأسيوية أنت واخد برنزيتين بشكل مباشر مع أبطال أسيا على حساب بطال أسيا سواء الهلال بربعية والاتنين بربعية وقروة بربعية طب مواجهات أبطال أسيا أو فرق أسياوية الاتحاد بسلسية وعندك الدحيل بكل الانفاق اللي كان حاصل هيا دي الدحيل كسبت الهلال خدت برنزيتين على حساب والاتحاد هنا الدحيل برضو كان فريق مستضيف بالزبط الاتحاد بسلسية الأهلي بربعية على حساب قروة فده يخليك وإنت بتتكلم لو أنت شخص موضوعي وعايز تهاجم النادي الأهلي تيجي تشوف هو النادي الأهلي أصلا بشكل مجرد قوي ولا مش قوي بعض الأمور برضو اللي بيحصل فيها مغلطة وعايزك تركز معي الأندية السعودية تتحدث عن إن أنا كهلال حياة الفضية وإنت كألم يا جماعة هي الأمور لا تقصب كده الأندية السعودية الهلال عنده ثلاث مرشاركات في كاس العالم قصد مشاركتين النصر عنده مشاركة والاتحاد عنده مشاركتين طيب الأندية السعودية ما قبل حتى المنديال ده عندها خمس مشاركات حققت كم ميدالية كانت ميدالية واحدة للهلال النسبة من الخمس مشاركات كانت عشرين في المية طب النادي الأهلي يا جماعة عنده تسع مشاركات بأربع برنزيات عارف نسبة تحقيق النادي الأهلي الميداليات كانп أربعة واربعين في المية يا جماعة ده منطق ده اسمولوجيك أنا إجمالي مشاركاتي إيه؟ حققت مقارنة بيها نجاحات أو ميداليات بنسبة كم في المال المشاركات إنما إن أنا أجي الرقم أخذ وغالط به أعتقد قصة صعبة جدا لا والقصة كمان هي فكرة إن أنا ممكن يا فارس أجي في بطولة بطولة يقودني الحظ إن أنا أصل للمغرار النهائية فأجي بعد كده فريق بيشارك وبيحافظ ست سنوات على الوجود في نصف النهائي قد أقلل منه يعني أنا ممكن يقودني الظروف أنا لو كان فيه توفيق حليفي أمام فلمونينسي البرازيلي أو راكل الجزاء قربت حسبت مكان ممكن الصورة الثالث وتضغير بالزبط براكلات الترجيح يعني مش حاجة يعني فنية لها وتكلم بشكل واضح عن قصة الاتعرض لأخطاء تحكمية